مهمة لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب النواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايحات نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبة بتراصة العامة أهلا بكم بحلقة جديدة من حلقة برنامج مدرسة على الهواء الحلقة رقم 47 صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء صباح الخير على كل المدرسي اللغة العربية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة بالسانيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي ببرنامج وندنه من الكمال هيكون معنا النهاردة وفي دية فتنة مستر سيد عبدالعاطي للحلقة الثانية واستاذ اللغة العربية بمدرسة عائشة أم المؤمنين السنوية للبنات صباح الخير يا مصر سباح النور يا أستاذنا الحمد لله يا رب العالمين أدعو الله اللي هو يفتح بيني وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين إن شاء الله طبعا النهاردة يكون عندنا فرع غير الفرع اللي أنا شرحته أنا شرحت المشتقات للوحدة التانية النهاردة إن شاء الله هنشرح المدرسة التانية في العدد حلقة موفقا إن شاء الله نصر فضل الحديث طلابي وطالبات يركزوا معايا بقى النهاردة لإن فرع الأدب فرع محتاج تركيز ما بيعتمدش على الحفز فقط لا لا بيعتمد كمان على الفهم مش هنلغي الحفز نهائي النهاردة زي النحو لا النحو إحنا قلنا فهمي بس وهي بيتطلب المهارة والإتقاد الأدب النهاردة طبعا هيبقى عايز فيه بعض الأجزاء اللي تتحفز لإنه بيبقى ما بين السطور يبقى فيها أسئلة ما بيجيش سؤال طويل خاصة مع النظام الجديد بقى فيه اختيار من المتعدد طبعا كنت أحب أوضح كده سريعا حاجة أضحها زميلي وأستاذي الأستاذ عمر جويش لما بدأ بالمدرسة الإحياء والبعث قال يعني إيه كلمة مدرسة فبأكد عشان لو محدش تابع الحلقة مدرسة شعرية يعني طريقة ومنهج في كتابة الشعر يتبعها مجموعة من الشعرات يبقى لو عندنا مدرسة بيكتبوا الشعر بالشكل ده بيبقى هنا فيه روي أو قفية وهنا فيه وزن واحد يبقى ده كده هنقول دي طريقة اللي بدأ بيها من الشعر القديم من أيام عن طرق ومرق القيس وجه محمود سامي البارو دي مش عليها يبقى دي بنقول عليها مدرسة الإحياء والبعث الألفز فيها ألفز قديمة لو نفس الشكل وفيه برضو هنا وزن وقفية وفيه وزن وقفية بس هيستخدم لغة حية هنبقى دي المدرسة بتاعتنا النهاردة الرومانتيكية طب لو كل أربع أبيات اتغير القفية دي كتبنا أربعة تاني بس القفية هنا تنتهي مثلا ببهنة تنتهي مثلا بقلف كل أربع أبيات قفية ده تغيير القفية هيبقى هنتكلم عن مدرسة أبولو طب هنشيل خالص القفية مش هتبقى موجودة هيبقى الديوان طب هنكتب الشعر كده شعر حر هيبقى في الحالة دي هيبقى الواقعية لا تلتزم نهاء بالوضن والقفية وبتختار حاجة اسمها سطر شعري يبقى ده كده اسمه شطر وشطر يسمى على بعضه بيت لكن لما تكتب هنا عندنا طبعا أمثلة للمدارس دي كلها في النصوص المكررة الإحياء والبعث أو عندنا نص المساء على الرومانتيكية الديوان عندنا رساء مي أبوله عندنا أهواك يا وطني والمدرسة الواقعية عندنا نص اللي هو النصور لما قلت تتمنى اللي انتو تبقى النصور لما قال النصور الطليقة هائمة في الفضاء الرمادي تلاقي تحس انه كلام وده البداية اللي احنا عايزين نوضح بيها يعني ايه مدرسة شعرية طريقة يتبعها لو واحد دلوقتي بعد سنة من عشر سنين من خمسين سنة بيكتب على الطريقة دي يبقى ينتمي لمدرسة الإحياء والبعث طيب لو هو دلوقتي بعد عشر سنين تلقى شعر بيكتب بالطريقة دي يبقى ينتمي للواقعية يبقى دي مش مدرسة فيها مدير وطلاب الناس بتروح ايه تنتمي اليها او تدرس فيها لا دا دي طريقة او منهج يتبعوا مجموعة من الشعراء عشان نبتدي ايه ندخل على طول عشان الوقت ايه بتاعنا يبقى خلاص احنا عرفنا كده يعني ايه مدرسة شعرية البداية طبعا كانت مدرسة الإحياء والبعث زي ما قلنا ودي كان رائضها محمود سامي البارودي الملقب برب السيف والقلم وزير الحربية ورائد المدرسة تسمى هذه المدرسة المدرسة الاتباعية ليه؟ لان محمود سامي البارودي اتبع الكدماء مش على نهج الكدماء فسموها مدرسة اتباعية وهقول لكم ليه؟ انا مختار الاسم ده ومؤكد عليه قوي وهم من اللي انتو ايه؟ مهتم من اللي انتو تاخدوا بالكم منه المدرسة الاتباعية لانه اتبع الكدماء لانه اتبع الكدماء احيى الشعر من موت وبعثه من جديد فسميت المدرسة الاتباعية اوضح نقطة صغيرة قوي الوان المدرسة دي كان اسمه مدرسة الاحياء والبعث وجيل التطوير الجزء ده اللي هو الاحياء والبعث هو هو لو قلت عليه الكلاسيكية فقط لكن لما زود عليه جيل التطوير احمد شوق وحافظ ابراهيم وايه؟ احمد محرم وغير وعائشة طيمورية وشكيب ارسلان كده نقول كده دخل في تعديل لان خاطة تلاميذ البرودي بالشعر خطوة فقط ما صناها البرودي بنفسه باسمها الكلاسيكية الجديدة يبقى الاحياء والبعث اللي هي الاتباعية المدرسة الكلاسيكية فقط لكن جيل التطوير بقت الكلاسيكية الجديدة احنا كده وضحت النقطة دي ليه؟ عشان انا هشرح دلوقتي المدرسة المش الاتباعية الابتداعية او الابداعية اللي هي بقى المذهب الرومانتيكي او الاتجاه الوجداني او الرومانسي يبقى لما جاسأل المدرسة الاتباعية وحط اسئلة احط اختيارات اقول مثلا الاحياء والبعث ولا الكلاسيكية الجديدة ولا الرومانتيكية ولا الواقعية هنختارك الرومانتيكية الرومانتيكية لان هي اللي ابتدعوا اللي ابداعوا فيها غير اللي كانوا بيتتبعوا النظام القديم في القصيدة العربية جميل يبقى ديان كده كلها بدايات نفتح بيها للطالب هيتعامل مع منهج الادب ازاي خاصة اللي ده بقى موجود طبعا في النظام الجديد اسئلة جديدة بينفرج بيها طبعا كثير من الكتب اللي عملا جيب اسئلة ما كانش الطالب بيشوفها قبل كده ولا ياخد بالو منه هنقول كده الاتجاه الوجداني الاتجاه الوجداني هو بالضبط المدرسة الرومانتيكية هنزود معلش تسمحلي هنهج كده خط ونقول ممكن نقول عليها بقى ده فرع من المدارس الرومانسية المدارس الرومانسية واحد اثنين ثلاثة اربعة الاتجاه الوجداني بتاعنا او الرومانتيكية هيبقى هنا عندنا الديوان ابوله المهاجر ليه انا بقسم التقسيم مديا وهدي معاكم او كده عشان انتو تخلوا بالكو ان هيجي سؤال كثير من الطلبة بتبعت تسأل عنه هل حدث انقطاع معرفي بين هل حدث انقطاع معرفي بين ايه بين خليل مطران من اللي قابله واللي بعده حدث انقطاع معرفي فقول لا لان خليل مطران تأثر بالاحياء والبعث ان التزم بالوزن والقاف واتخذوه اب روحي لبقية المدارس اللي هي الدوان وابوله والمهاجر فاصبح هنا محدث انقطاع معرفي وده سؤال في كتاب الوزارة محير لكثير من الطلاق يبقى كده البداية بتاعتنا احنا بنتكلم عن الاتجاه الوجداني الاتجاه الوجداني اللي هو العاطفي اللي هو الرومانسي رائده هو خليل مطران وده شاعر لبناني شاعر لبناني ولد فيه اختلاف ما بين 1871 وما بين 1872 في بعلبك المهم ان فيه سؤال مش موجود ليه في نص كتاب الوزارة ثالثة سنوية مش موجود اجابة ليه ويقوله ان خليل مطران ليه ما اتجهش اتجاه كلاسيكي ليه اتجه اتجاه وجداني فيقوله ان خليل مطران هناك عدة عوامل جعلت مطران يتجه للرومانسية وليست الكلاسيكي اول حاجة احنا قلنا خليل مطران لبناني يبقى نشئته في ربوع لبنان حيث الطبيعة الساحرة الخلابة طيب تاني حاجة قال سفروا لفرنسا وخليل مطران سفر لفرنسا لان كان حصل اضطهاد من الاتراك للمسيحيين في لبنان فهرب هو واسرته لفرنسا فلما راح فرنسا اللي حصل سفروا الفرنسا وتأثروا بالرومانتيكية الغربية او على وجه التحديد الفرنسية طلابي وطالباتي خلي بالكوا ان خليل مطران راح فرنسا واحمد شوقي من العامل اللي تهيئت لشوقي لم تتهيئ لغيره ان احمد شوقي سفر فرنسا وده اللي قاله الاستاذ في الحصة بتاعته بتاعت ايه المدرسة بتاعت الاحياء والبعث هنلاقي احمد شوقي اتجه للمسرح الفرنسي ارجو لانتوا تركزوا احمد شوقي اتجه للمسرح الفرنسي الذي كان يقدم التاريخ اليوناني وده اجابة لسؤال بيقول احمد شوق ليه عدل من المديح للتاريخ ده فرنسا وده فرنسا بس ده اتجه للرومانتكية وده اتجه للكلاسيكية المسرح الفرنسي الذي كان يقدم التاريخ اليوناني يبقى لما يجيلكو سؤال في مدرسة اليحياء والبعث يقول خلي بالكو فيه ربط بين المدارس يبقى ليه احمد شوقي اتجه للتاريخ عدلة من المديح للتاريخ قال هنا عشان تأثر بالمسرح الفرنسي الذي كان يقدم التاريخ اليوناني وينصف من ظلمهم التاريخ امثال كلباط يبقى ده من عوامل اتجاه للرومانتكية ذهبوا الفرنسا وده من عوامل اتجاه للتاريخ ذهبوا الفرنسا الاثنين لفرنسا لكن كل واحد اتجاه اتجاه مختلف يبقى من عوامل اللي خلت مطران يتجه الى الرومانسية هو سفر الفرنسا وتأثره بالرومانتكية الغربية اللي هي الفرنسية طب تالت حاجة العاطفة الجياشة وحس المرهف عاطفته الجياشة وحس المرهف يبقى العاطفة الجياشة اوستاذنا يعني المتضفقة عاطفة جياشة عاطفة متضفقة حس مرهف انسان زو عاطفة عالية بتتأثر بكل حاجة واللي بيتعرض للضهاد ويسيب وطنه وينتقل من فرنسا عشان تبعته المؤامرات ويروح على مصر فده طبعا خليه المطران يتجر ومنسا ده مش موجود في كتاب الوزارة تلت سنو وعليه اسئلة في الكتب بتيجي اختيارات يقول لنا من عامل اتجاه مطران للرومانسية ان صفروا مثلا ليه ايطاليا ولا صفروا الفرنسا ولا صرف صفروا الالمانيا فبختار صفروا الفرنسا يقول عاطفة الجاياشة فقط ولا صفروا الفرنسا فقط ولا نشئته في الربران اللبنان ولا كل ما صبق نقول كل ما صبق ده نظام الاسئلة طبعا بقول الاسئلة معايا وانا شغال وعليه كل انتو تركزوا فيها كويس قوي ويه بتسمعوا الحلقة ولا عايز يكتب بعد كده لما تسترجع الحلقة هيكتب الاسئلة دي اللي مش موجودة اجابة عليها في الكتاب السندي خليل مطران اتجاه للرومانسية خلاص يبقى كده بداية الاتجاه الوجداني مع خليل مطران وهو رائد المدرسة طيب بيقول لي هنا السؤال الاول بعد ما عرفنا رائد المدرسة وبندخل في النظام بتاع كتاب الوزارة اول جملة موجودة عندنا يقول كده ما الذي قام عليه الاتجاه الوجداني خلاص احنا عرفنا اللي عندنا اتجاه وجداني يعني اتجاه رومانس وعرفنا من الرائد بتاعه طب هنبني على ايه القصص اللي انا هبني عليها الاتجاه الوجداني فهنقول هنا الاتجاه الوجداني بيقوم علي ايه هنقول اكتشاف نمرة واحد اكتشاف الفرض ذاته يقوم الاتجاه الوجداني على اكتشاف الفرض ذاته واعتزاز بصقفته وطموحه وطموحه وتطلعه للمسل العليا من حب وعدل وإيخاء وسلام ومجفال القبح اكتشاف اتغيرت السؤال وخليت هنا بدل ما اللذي يقوم خليت دي ما اللذي حرص اتغير السؤال نهائي وهذا اللي انا بقول تركيز الطالب في الادب مش مجرد انه هيفهم بس ومش هيحفظ بس لازما اللي اتنين مع بعض يبقى ما الذي قام عليه بيقوم على ايه بيتبني على ايه على اكتشاف الفرد ذاته لان هنا الاتجاه الوجداني اتجاه عاطفي اللي خلي خليل مطران مش عاجب الاتجاه الكلاسيكي انه كانتين صراف عن النفس الانسانية والشعر وسيلة للتعبير عن النفس الانسانية وبالتالي يبقى يقوم الاتجاه الوجداني على اكتشاف الفرد ذاته اعتزازه بثقافته طموحه وتطلوع للمسل العليا من حب وعد وإخاء ومساوام جفال القبر وحب للطبيعة طب خلاص احنا عرفنا قام الاتجاه الوجداني على ايه طب هو نشأ مع مين نشأ مع مين فهنقول هنا السؤال التاني متى نشأ الاتجاه الوجداني وماذا يحاكي نشأ الاتجاه الوجداني اعتقد انتم طبعا ممكن تتوقع كلكم طلاب وطالبات اللي نشأ على يد دخال المطران على قسط هو رائد المدرسة ودي اللي هتبقى مفاجأة للطلاب هو نشأ مع حركة الاحياء والبعث نشأ يبقى هنا كده متى نشأ الاتجاه الوجداني وعلى يد من نمى وعلى يد من اصدهر ومتى تراجع احنا كده خدتها عشان ما يبقاش كتير كده على الطالب والطالبة جزء جزء يبقى متى نشأ الاتجاه الوجداني هنقول نشأ مع مع حركة الاحياء والبعث التي اعادت للشعر العربي ما فقده من لمسات وجدانية زاتية الحتة اللي اكتبها باللون ده كده حتة مهمة محاكيا للرومانتيكية الغربية الموضوع محتاج صبر وهدوء محتاج تأني مش كلام بسرعة انت عشان تطلعوا التفاصيل دي من وسط سطور كتيرة في الكتاب بتحتاج مجهود منكم هتخلي بالك واحدة واحدة معي يبقى نشأ الاتجاه الوجداني مع حركة الاحياء والبعث التي اعادت للشعر العربي ما فقدهم اللمسات وجدانية زاتية محاكية الرومانتيكية الغربية يبقى احنا هنقول هنا نشأ الاتجاه الوجداني مع وهنقول هنا الكلاسيكية ولا الرومانسية ولا الواقعية الكل هيختار دي ودي غلط هو نشأ الاتجاه الوجداني مع حركة الاحياء والبعث قلت الاحياء والبعث وكنت كاتبها الكل هي الكلاسيكية يبقى الامر مفيش في سرعة الادب فرع ست درجات كانوا تضمنهم لو انت بتركز مش هتزاكر كتير الطالب مش هتزاكر كتير بس مشكلة الادب ان اما الطالب يعتمد على مذكرة فيها اسئلة سؤال واجابة بس وهو مش فاهم الادب ده نبض الامة نبض الادب ده اللي بيعبر عن مشاكل الامة روح الامة اقتصاديا سياسيا فكريا عسكريا الافلام اللي كانت موجودة في الستينات والمراحل السابقة وايام الحروب وايام التطار كل ده احنا عرفنا عن طريق الادب بنشوف الموديلات في العربيات والشواء وكل حاجة عن طريق الادب الادب بيعرض لنا الحياة انت ممكن تلاقي في الشعر والنصر كل حاجة عن العصر الجاهلي عرفناها من الشعر والنصر فالادب مش فرع كده يستهان به ده فرع اللي بيذكر ويحبه بيشعر كده بقيمة هذا الفرع في اللغة العربية وبالتالي احنا بنعرف من خلاله بنعرف معلومات كثيرة بتفيد ننا شخصيا كإنسان بينتمل لهذه البلد وهذه اللغة يبقى عرفنا كده الاتجاه الوجداني نشأ مع حركة الاحياء والبعث التي اعادت للشعر العربي ما فقده من لمسات وجدانية ذاتية محاكيا يطرى الرومانتكية الغربية ولا الرومانتكية الاجنبية ولا الرومانتكية الفرنسية هو الاختيار اللي في الكتاب الوزارة اللي انا هاختاره هو كاتب محاكيا الرومانتكية الغربية ما حدد ديش انجليزية ولا فرنسية ولا ايطالية يبقى باختار محاكيا الرومانتكية الغربية تمام يبقى كده اولاد امنات ركزوا في التفاصيل اللي انا بقولها طبعا عندنا كده بعيد السؤال ده احنا عرفنا متى نشأ والعلى يد من نمى الاتجاه الوجداني ومتى ازدهر ومتى تراجع يبقى منقول على يد من نمى نقولنا السيد احمد ما كنت قلنا هو نشأ مع خليل مطران ولا مع حركة الاحياء والبعث الاحياء والبعث الله ينور عليك نتمنى كل الطلاب والطلبات يبقوا مركزين او كده مع حركة الاحياء والبعث لكن نمى نمى اللي جابة بتقول هو نمى على يد خليل مطران والكلام ده كان في الجز الاول او مقدمة الجز الاول من ديوانه سنة 1908 انا بقول الاسئلة وانا شغال هيجي يسألني ويقول نمى الاتجاه الوجداني على يد جبران خليل جبران وده اسمه خليل مطران فده في مدرسة المهاجر رائد مدرسة المهاجر الرفضة القلمية وده مطران والتاني جبران يبقى انا خلي بالي التفاصيل اللعب كله على عشان كده بقول الادب بيحتاج حفظ وبيحتاج فهم فانت عرفت انه مطران طب طلعت من دي طقع في دي واللي هو السنوات مطلوبة او السنوات مطلوبة يبقى 1907 ولا 1908 ولا 1909 طب كان في الجزء الاول مقدمة الجزء الاول من ديوان ولا الجزء التاني هذه يا جماعة الاسئلة عشان ايه مش هقض مفيش وقت اللي انا ادعرد الاسئلة دي في اخر الحلقة الوقت سريع فانا بحط الاسئلة دلوقت وانتوا تسمعها وتركزوا فيها يبقى عرفنا ان نام على يد خليل مطران في مقدمة الجزء الاول من ديوانه 1908 وازدهر وازدهر على يد شعراء مدرسة الديوان طبعا احنا ناخد مدرسة الديوان هيبقى فيها طبعا العقاد والمزن وشكري وده اللي خلاني بقول لم يحدث انقطاع معرفي بركز على سؤال اللي قلته في اول الحلقة لم يحدث انقطاع معرفي لان شعراء الديوان اتخذوا خليل مطران اب بروحي فبالتالي يبقى مستمر ما فيش انقطاع وهو السفاد من الكلاسيكية ما فيش انقطاع يبقى وازدهر على يد شعراء مدرسة الديوان نشوف بقى اخر جزئية خلاص كده هنقول ايه و اللي ازدهر لسه زي ما هو و اقول له ده في العقب الثالث من الكرن اللي هو من 1930 كده لحد 1940 شو ايه ونقول بقى وتراجع بعد الحرب العالمية التانية يبقى برضو السؤال انت تعرف ان في طلاب ممكن تقول لهم بدأ بعد الحرب العالمية تراجع بعد الحرب العالمية الاولى ولا التانية والتالتة تلاقي طالب اختار التالتة وما فيش اصلا حرب العالمية تلك سيناس يعني ما بيفكروش بيختار كده وخلاص طب يبقى كده تراجع بعد الحرب العالمية التانية امام نركز بقى امام طيار الواقعية الجديد امام طيار الواقعية الجديد يبقى حضرتك كده كل طالب وطالبة قاعد سمعني كويس يعرف ان الواقعية ظهرت بعد الحرب العالمية مستر احمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الاول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية اللغة الالمانية واللغة الايطالية الكتاب الثاني كتاب النواد الادبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء جاءنا لكم تاني مع مستر سيد عبد العديد نكمل كده يا جماعة مع بعض كده احنا قلنا تراجع بعد الحرب العالمية التانية ايه اللي تراجع؟ الاتجاه الوجداني تراجع بعد الحرب العالمية التانية مش عارف كل الطلاب عارفين الحرب العالمية التانية سنة كام؟ ممكن ييجي كده في الدناء اللي من 1939 حتى 1945 عشان لو لعب بالتاريخ ده ومش موجود طبعا سنة على الاساس عارف ان كل الطلاب عارفة كده طبعا هو معتقد انا معتقد ما حدش عارف كده من 1939 ل 1945 ليه تراجع؟ ليه تراجع بعد الحرب العالمية بسبب ظهور طيارة الواقعية الجديد حتى برضو بأكد اللي معاه كتاب الوزارة او هيحمله بدي اف او هينزله على التاب بتاعه يعرف ان دي مش موجودة فيه ليه تراجع بعد الحرب العالمية بسبب ظهور طيارة الواقعية تراجع امتا؟ طيب عشان الوقت كده انتو خلاص قاربتوا الجزئية على يد من نمى ومتى اصدهر ومتى تراجع ما نستيش اللي هو نشأ بأكد على السؤال ده نشأ اهو زي ما قلنا مع حركة الاحياء والبعثة التي عادت للشعر العرب استادنا العزيز كده لو براحزنا فانا بحط السؤال ده كده بقول ما الذي حرصة ما الذي قامة قلنا هنغير كلمة قامة وهنقول ما الذي حرصة عليه اصحاب الاتجاه الوجداني المدرسة كلها قوم والسؤال ده قوم لوحدة يبقى عندنا الاجابة حرصة قامة هنقول هنا حرصة اصحاب الاتجاه الوجداني على ناخدها كده من ايه واحد الخروج من اسر الانماط الشعرية المكررة على مر العصور الله يكرمكم ركزوا في فرق بين قامة وحرصة قامة على اكتشاف الفرق لذاته حرصة على الخروج على الخروج احفظها كده قامة يبقى اعتزاز حرصة يبقى خروج الخروج من اسر تتغير في الاختيارات انا انا من الوقت بخليني بقول الاسئلة انا شغال ابتكار صيغة شعرية حديثة يمتزج فيها التراص بالعصرية وتكتسب الالفاظ فيها دلالات حديثة وقدرة على الايحاء الاهم من ده ده الجزء الاخير كده هنقول وتقوم الصورة الشعرية فيها على مفهوم فني حديث ينتفع بالنظريات الحديثة في الفن واللغة والادب والموسيقى شفتوا بقولي السؤال ده كأنه قد المدرسة كلها السؤال ده ومهم جدا في اللعب بالالفاظ فيه يبقى تكتسب فيه الالفاظ دلالات حديثة وتقوم الصورة الشعرية قولي تقوم الصورة الشعرية فيه فرق سانا احمد بن كلمة صيغة وصورة والله العظيم لو ما اتاخد بالهم من التفاصيل ما هيحله صح لازم ان الطالب يخلي بالهم من التفاصيل دي ما حدش هيجيب درجة كويسة السند في العربي اللي بيهتم بالتفاصيل يبقى هنا بيقولي حرصة غير قامة اكتشاف هنا اكتشاف هنا حرصة اصحاب الاتجاه الوجداني على الخروب من اسر الانماط الشعرية يعني انا مش هقل للإحياء والبعث الانماط الشعرية القديمة الإحياء والبعث بيميلوا للقديم وابتقار صيغة شعرية حديثة وتقوم الصورة مش الصيغة الصورة الشعرية جزء من الصيغة الشعرية الصورة جزء من الصيغة وتكتسب وهو تقوم الصورة الشعرية على مفهوم فني حديث ينتفع بالنظرات الحديثة فاربع حاجات الفن واللغة والأدب والموسيقى وحتة مهمة قوي اللي هي بقى هي اكتبها فوق هنا وايه وتنطلق الصورة الفنية من الوجدان اهي كلمة الوجدان دي لو اتغيرت وتقالت من الافكار من العقل من كذا ضع الدنيا دي الاسئلة اللي انا بقول عليها ازاي الطالب هيركز فيها خلاص كده يبقى عرفنا ما الذي يقوم وما الذي حرصه السؤال عندنا اللي هو بقى هيقول لي ايه هنا ويقول لي ماذا قال مطران عن شعره في مقدمة الجزء الاول من ديوانه اللي هو الف تسعمية وتمانية دي كده حبايب قلبي هي خصائص وسيمات المدرسة ماذا قال مطران عن شعره قال كده سريعا انه شعر عصري وفخر انه عصري قال من شعر عصري وفخر انه عصري ليس ناظمه بعبدي هو مش عبد للقصيدة لا تحمله ضرورات الوزن والقفية على غير قصده يقال فيه المعنى الصحيح باللفز الكتاب القديم كان قال الصحيح دلوقت اسمه الفصيح ننظر لجمال البيت ليس بمفرده ولكن مع قصيدته فعل بالقصيدة وننظر وننظر لجمال القصيدة في جملتها لا في أبياتها منفردة اللي هو الوحدة الفنية ننظر للقصيدة في جملتها لا في أبياتها منفردة عاية كده طيب ايه كمان وتناسقها وحسن تركبها يبقى كده الكلام ده هو سمات المدرسة بس ده بالنص الكلام اللي قاله خليل مطران في مقدم الديوانه سنة ايه الف تسعمية وتمانية قال ان الشاعر عصري فخر انه عصري ليس نظمه بعبده لا تحمله ضررات الودن والقف على غير قصده يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح ننظر لجمال البيت ليس في مفرده ولكن مع القصيدة وننظر لجمال القصيدة في جملتها لا في أبياتها منفردة وتناسقها وحسن ايه وحسن تركبها يبقى كده الكلام ده بيدعو للوحدة ايه للوحدة الفنية يبقى ماذا فعل مطران بالشاعر هقول لكم حتة حلوة قوي اخرج الشاعر من عباءته القديمة هي هي الجملة دي بتشوفوها كده بتيه بتحتاره اخرج الشاعر من عباءته القديمة انتقل بالشاعر من القديم جذبوا الايه للحديث ده الفص تانية هتشوفوها في امتحانات في اسئلة يبقى كده عندنا ماذا عابة مطران على الاحيائيين نمرة واحد قصرة شعر المناسبات اتنين عدم الاهتمام بالنفس الانسانية اللي هو بقوله الانصراف عن النفس الانسانية هي هي تلاتة عدم وجود وحدة اضوية دي كده التلات حاجات اللي عابها مطران على الاحيائيين طب هل اعلن ده مش موجود في كتاب الوزارة هل اعلن مطران عن مذهبه صراحة لا خوفا من بطش الاحيائيين لان كان الاتجاه الاحيائي في كمة وعظمة اوجه او او اشد انتشاره وهو مقدرش يعلن عن ده صراحة مقدرش يحاربهم مقدرش يقفوا صادهم غير الديوان الديوان هيتكلم ويقولوا احنا بنعيف عليكم كذا لكن خليل مطران مقدرش يعلن عن مذهبه صراحة خوفا من بطش ايه الاحيائيين ولكنه ما زال التزم في الوزن والقافية وعشان الوقت اختم بالسؤال ده يقوله كده ان خليل مطران مرحلة انتقالية خليل مطران مرحلة انتقالية يعني خليل مطران ايه يعني مرحلة انتقالية يعني لم يكن مجددا خالصا هل المطران لم يكن مجددا خالصا بالرغم من انه نادى بالتجريب الا انه ما زال ملتزم بالوزن والقافية وده اللي هيخلي مدرسة الدوان تظهر ويبقى فيها عيوب فتظهر مدرسة ابو الله عشان تعالج النقص وهكذا يبقى كده عارفنا العيوب اللي خدها مطران لما يجي اسألك جمال القصيدة يكمن عند مطران في ايه نقول يكمن في تناسقها وتراكبها وننظر للقصيدة في جملة ثلاثة ابيتها منفردة يبقى كده يا جماعة اتنسوا السؤال اللي انا قلته اللي هو لم يعلن مطران عن مذهبه صراحة خوفا من بطش الاحيائيين ده سؤال السؤال التاني مش موجود السؤالين دول عندكم في الكتاب اللي هو قلنا مطران لماذا قال النقاط عن مطران مرحلة انتقالية لانه بالرغم من انه نادى بالتجديد الا انه ما زال ملتزما بالوزن والقفل حتة لطلابي وطالباتي اللي ما يفهمش الكلام ده بصغته التقيلة دي يقدر يقولها بطريقة تانية اللي هي لو سألوا عن خصائص او سمات المدرسة وعايز ده في الادب عايزه بقى في النص الحر لما يجي يقول له اذكر السمات اللي ظهرت من اتجاه الوجداني مش هيعرف يكتب ده هيقول كده واحد استعمال اللغة الحية اللي هو اللفظ الصحيح المعنى صحيح باللفظ الفصيح استعمال اللغة الحية اتنين القصيدة هنا كائن حي ووحدة شعورية تلاتة ظهور مسحة الحزن والتشاؤم اربعة مسج الشعر بالطبيعة خمسة الوحدة الفنية لننظر القصيدة في جملاتها دي اسمها وحدة فنية ستة الالتزام بالوزن والقافية كده سهلنا عبدالله او سيد احمد الحتة دي كلام ده كانت ييل اوى عليهم هو ده اللي يعرفوا يكتبوا لما يجي لهم نص نص حر وعايز السمات الرومانسية اللي ظهرت على فكرة ده ينفع في معظم المدارس في الديوان فأفوله ينفع يكتب الكلام ده ما عدا اللون الاحمر الالتزام بالوزن والقافية هو اللي جعل مطران مرحلة انتقالية وليس مجدد ماء في الماء كده يبقى المدرسة بتاعتنا غبطناها كل الاسئلة بالتفاصيل اللي ممكن تجي لهم في اي كتاب خارجي في اي كتاب وزارة في اي امتحان مسجل اللي فاتت هيلاقي كل الاسئلة موجودة في الحلقة ما فيس سؤال خاص بالمدرسة مش موجود سواء عن نظام القديم او النظام الجديد احسن تمس سيد اتفضل في ديئتين كده لو حضرك عندك اي رسائل سريعة للطلبة بتاعتك على مستوى الجمهورية اتفضل والله يا سيد احمد نتمنى من الطلاب اللي هما ياخدوا الموضوع السنة دي بجدية وتحدي واسرار لان انا بعاني من الموضوع ده ان الطلاب ما عندهمش صبر علي هي دي المشكلة الطالب لازما يعني بقى موفر ليه اللي مش موفر لنا وجينا موفر ليه التكنولوجيا بكل وسائلها سواء القنوات زي القناة الصحة والجمال اللوامة تقدمه من في برنامج مدرس على الهوى من اختلاف للمدارسين وطرق الشرح المتعددة والعرض الجيد اللي فيها احنا مش بنقول ده المفتوض اللي ده رأي الطلاب لما يدخل ويشوف بالمحتوى التعليم اللي بيقدم عنده القنوات اليوتيوب باختلافاتها المنصات اللي موجودة وبالرغم من كده احنا نتمنى اللي يطلع بقى في وسط ده طلاب زي ما قلت لحضرتك نصور عندهم تحدي وعناد واسرار فنتمنى من الله عز وجل ان هنا معالينا في الجيل ده وخاصة ده اول جيل هيمتحن على نظام التابلت بسبب لي نوع من الالأ النفسي اتمنى اتمنى من الله عز وجل اللي هو يكتب لنا التوفيق والسداد وان يكون الحاجة دي خالصة لله سبحانه وتعالى وان وفقنا مع الدفعة دي ان هي نجيب درجات كويسة ويحققوا اعمالهم بالنسبة لأهليهم ولينا ولمصرنا ان شاء الله بإذن الله شرفتنا نصر سيد واتمنى التوفيق طبعا لكل طلبنا العزاء وتوفيق دايما رب شكرا لكم جميعا شكرا شكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا شكرا لك شكرا لكم جميعا